يستقل المزارع عبداللطيف عدوان أبو زاهر جراره الزراعية يومياً منذ ساعات الفجر وحتى العصر للوصول إلى أرضه في قرية فرعون جنوبة الكرم متحدياً العوائق التي فرضها الاحتلال وجدار الفصل العنصري نحن نريد أن يفتحون البواب ونفوت في شكل كانوني لأن المزارع يريد أن يشتر من الصباح إلى الظهر إلى العصر فكاعدين نفوت على الأرض على عصابنا لأن أي جندي يجي عليك في سحبك عدة مرات أخذونا من الأرض وردعونا أذاك اليوم حجزونا خمس ساعات على الفتحة ممنوع فإحنا معاناتنا طويلة مع الاحتلال منذ عام 2003 وأبو زاهر يقاوم تضييق الاحتلال على مصدر رزقه الوحيد في زراعة الأرض رغم المعاناة اليومية التي يمر بها للوصول إلى أرضه وأعمال التجريف التي طالتها بعدين كل الأرض تطعمني ولا تسكيني ولا تعمل لي شيء فبدو ناس يعني مثلاً إحنا بالناشد وزارة الزراعة لو ساعدونا وبجود تركتوا رحلت للناس لو ساعدونا مثلاً برش عشاء برش العشاء بكاعد الحرائق كل يوم 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 شبه يومي كاعد الحرائق بتحرك الزتون وبتحرك الشدر فالمزارع وصاحب الأرض محبط تيجي للوحب تقول له عام خذ أرض أزراعة بلاش بتديش شي منك بيقول لك شو زراعة لليش أنا خسارة بتديش فالناس عم محبطين أعوام من المعاناة والاعتداءات عاشها وما يزال العم عبداللطيف يعايشها لكن تشبثه وصموده في أرضه مستمر رغماً عن المستعمر وسياساته للصمود حكايات كثيرة ومن هنا من قرية فرعون لها منه حصة كبيرة مواطنون إرادتهم كإرادة الصخور يرفضون التنازل عن أي شبر من أراضيهم لا يهابون الاحتلال ولا حتى غطرسته من قرية فرعون جنوبة الكرم لينا دوابه تلفزيون فلسطين قال نادي الأسير إن الأسرى في سجون الاحتلال قرروا إرادة